موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد قرار الأمم المتحدة على وجود الطابع التعسفي لاعتقال الإصلاحيين الإماراتيين وطالب الحكومة الإماراتية بالإفراج عنهم وخلص قرار الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إلى أن اعتقال 61 شخصا في قضية الإصلاحيين الأربعة وتسعين جاءت نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والرأي والتجمع وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مطالبنا السلطات الإماراتية بتعويضهم تخيلوا الأمر حتى مطالب بالتعويض بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم وأضاف القرار إلى أن القيود المفروضة على هذه الحقوق في هذه القضية لا يمكن اعتبارها متناسبة ومبررة مؤكدا إلى أنه لا يمكن تصنيف انتقاد البلاد وقادتها والتواصل مع فاعلين سياسيين آخرين بطريقة سلمية على أنه محاولة لإسقاط الحكم ورأى قرار الأمم المتحدة إلى أنه ما كان يجب إدانة المعتقلين على التهم الموجه إليهم أو على أي أساس من أسس ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والرأي وأكد الفريق العامل الطابع التعسف لاعتقال الناشطين السلميين نظرا لغياب مبرر قانوني للقبض عليهم واعتقالهم إضافة إلى الاتهامات الغامضة التي وجهت إليهم وأشار القرار إلى أن الحكومة لم تغتنم الفرصة لتقديم رد على الدعاءات التعذيب وأن الاتهامات ضد المتهمين فضفاضة ومبهمة وأن الأحكام نهائية ولا يمكن الطعن فيها مشيرا إلى أن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة استنتج انتهاك الحق في محاكمة عادلة الذي تنص عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إضافة إلى انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في محاكمة عادلة وأن جسامة الانتهاكات لم تسمح بمحاكمة عادلة وقال القرار الأممي إلى أن هذا القرار هو الثالث من نوعه الذي يتبنىه الفريق العامل المعني بالاعتقال التعصفي عن الإمارات منذ 2009 بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير والمحاكمة العادلة وعدم الاعتقال تعصفيا وفي النهاية التعبير عن القلق بشأن هذا السلوك النمطي الذي توضحه القرارات ويؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي طيب الأستاذ والمستشار القانوني محمد بن ساقر الزعابي معنا للتعليق على هذا القرار إذن الأمم المتحدة تنتقد التعصف في اعتقال الإصلاحيين كيف تنظر كإصلاحي إماراتي إلى هذا القرار الصادر عن الأمم المتحدة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القرار هذا هو نتيجة لممارسات استمرت نستطيع أن نقول أنها بدأت منذ بداية الربيع العربي منذ العام 2000 ويدعش مع العريضة التي تقدم بها مجموعة كبيرة من أبناء الإمارات للمطالب بمجلس وطني منتخب بدأت بعدها كثير من الممارسات لكن قد تكون أكبر قضية أكثر قضية أخذت حجم من التسليط الإعلامي الداخلي من ناحية تشويه الناس الذين اتهموا في هذه القضية ومن ناحية حجم الانتهاكات التي وقعت عليهم ستجد أن القرار هذا مجرد يعني عكس أو انعكاس لكل ما حدث خلال هذه السنتين على الأقل الماضيات فهو لم يأتي بشيء جديد ولكن موطن القوة فيه هنا أو مكمن القوة أنه كشف أن هناك أو أكد على أن هناك انتهاكات وقعت وليس انتهاكات وقعت على أبناء الإمارات وعلى دعاة الإصلاح بالأخص في هذه القضية بالذات اللي هي قضية الـ 94 مشهورة بقضية الـ 94 أو في القضايا الأخرى التي توالت بعدها وغالبا ما تكانت مرتبطة بها من باب التضييق أو إسكات الحقوقيين نفسهم أو إسكات دعاة الإصلاح أو إسكات أهاليهم أو إسكات من يتجرأ وينتقد أي ممارسة من هذه الممارسات فالقرار يعتبر للأسف أنه وصمة غير جيدة في سجل الإمارات الحقوقي القرار هذا قد يترتب عليه كثير من الأمور ما الذي يمكن أن يترتب عن هكذا قرار صادر؟ ونحن نعرف الجمعية العامة لأمم المتحدة لا تأخذ تلك الصفة التي يتمتع بها مجلس الأمن على سبيل المثال نعم هو من ناحية أدبية في البداية من ناحية أدبية هو قرار من أعلى هيئة أممية موجودة في العالم فبالتالي أنت تتكلم لما كانت تنتقد لما أهالي المعتقلين أو لما الناس المتهم في القضية هذه أو حتى المنظمات الحقوقية كانت تنتقد هذه الممارسات أو تذكرها كانت الدولة أو من يمثلها أو من يتكلم بلسانها من أشخاص للأسف لا يمثلون الصوت الحقيقي لأبناء الإمارات كانوا يرمون من يتكلم بهذه الانتهاكات أنها مبالغات أو أنها تأليف أو أنها إساءة لسمعة الدولة أو أنها تآمر أو أنها منظمات مرتزقة أو غير من هذا الكلام لكن الآن لما تأتي من هيئة أممية عالمية فبالتالي ما هو الاتهام الذي ستوجه وفريق تحقيق قانوني دولي مستقل على أعلم يعني خلينا نعرف المشاهدين ماذا تعني فكرة أن يكون هناك فريق عامل تابع للأمم المتحدة يقوم بتقصي الحقائق في مسألة معينة وطبعا هذا إجراء معروف للأمم المتحدة أن هناك قضية أعرضت عليهم شكل لها فريق معني لتتبع هذه المسألة الفريق هذا خاطب دولة الإمارات أن هناك توجد قضية كذا كذا هناك مزاعم بكذا أو بكذا بكذا بأن هناك تعذيب أن هناك اختفاء قسري أن هناك محاكمات غير عادلة أنتم كدولة إمارات وأنتم أيضا عضو في مجلس حقوق الإنسان أنتم أصبحتم فترة قريبة عضو في مجلس حقوق الإنسان والإمارات وقعت أيضا على اتفاقية مناهضة تعذيب في عام 2012 فبالتالي هناك عليكم التزامات أدبية ومعنوية وحتى في تعديل القوانين وفي تعديل ما يعني والوضع الداخلي بما يتناسب مع هذه الاتفاقيات الإمارات تجاهلت هذه الرسالة هناك مثل هذه اللجان تعطي الدول فترة معينة 60 يوم تقريبا لرد على مثل هذه الدعاوة إذا كان هناك فيها حقيقة أو فيها يعني أو أنها مجرد مزاعم ترد عليها بالأدلة وبالبراهين وتفندها إذا لم يكن هناك يعني عندها رد فبالتالي تتجاوب مع هذه الجهة بحيث لأن الدولة يفترض أنها يعني ليست خصم لأبناء وطنها يعني ليست هي خصم للمواطن إنما هي يعني يفترض أنها تكون تبحث عن تحقيق العدالة تبحث عن الارتقاء بهذه الدولة في هذه الناحية في الناحية السياسية وفي الناحية القانونية وفي الناحية تحقيق العدالة دولة لي مرة تجاهلت هذا الخطاب المرسل إليها وحتى بعد انتهاء المدة بعدها بتقريبا سبوعين أرسلت رد أن نحن لا نرى أن اللجنة هذه أنها يعني يجب أن تهتم بمثل هذا الموضوع يعني هذا الموضوع كأن هذا الموضوع سخيف لا يستحق الاهتمام كيف لا يستحق الاهتمام لذلك الأمم المتحدة كان ردها واضح أن هذه ممارسة أممية طبيعية دولة المرات إذا كان لها حق تظهره وتبرزه إذا لم نكن عندها تقر بالخطأ الذي فالأمم المتحدة لما لم تجد أي استجابة لمطالبة الأمم المتحدة نفسها أو اللجنة المختصة تابعت وسألت وتحرت ووجدت هذه الحقارات هل قام هذا الفريق بزيارة الإمارات؟ الزيارة أنا غير متأكد منها لكنهم لهم أدوات بالتواصل مع الجهات مع الأشخاص مع غير من الأماكن بحيث أنهم يصلون إلى هذه الحقيقة وصلوا إلى هذه النتيجة فهي نتيجة ليست كلام ناشطين حقوقيين أو ليست كلام معارضة أو ليست كلام منظمات حقوقية مع أن كلها لها اعتبارها لكن هي تأكيد تتويج لكل هذا بأن هناك انتهاكات حقيقية وقعت في دولة الإمارات من خلال هذا التقرير نذكر أن أول ما بدأ هذا الفريق يطلب من الأمم المتحدة توضيحات بشأن هذا الأمر كانت في 9 سبتمبر 2013 فالمدة ليست قصيرة في المتابعة والتقصي والمساءلة كذلك نعم صحيح الفترة طويلة وكافية وكان بإمكان دولة الإمارات أنها ترد على مثل هذه الانتهاكات طبعاً نحن هنا لا يفوتنا أيضاً أن كان هناك أيضاً زيارة المقررة الخاصة لاستقلال القضاء لدولة الإمارات خلينا نحكي شوي في هذه الزيارة المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لمتابعة استقلال القضاء متى كانت زيارتها للإمارات وما الذي خلصت إليه طبعاً زيارة المقررة الخاصة لاستقلال القضاء كانت في بداية هذه السنة في تقريباً نهاية شهر واحد وجلست حوالي الأسبوع التقت مع كثير من الجهات القانونية في وزارة العدل ووزارة الداخلية وفي الجهات المختصة بالعمل قضاي الاتحادية أو حتى في المحل في أبوظبي وفي دبي وفي الشارقة طبعاً هذه الزيارة يفترض أنها بناء على دعوة دولة الإمارات فهي دخلت الدولة من خلال الجهات الرسمية واطلعت على الأدوات المتاحة وعلى الأشياء التي تخدم العدالة زيارتها كانت طبعاً نحن نستطيع أن نقول أنها من ناحية إيجابية ومن ناحية هناك سلبية من ناحية الإيجابية أن دولة الإمارات لديها خدمات أو بنية أساسية أو بنية تحتية جيدة معاملات إلكترونية المتابعة معاملات إلكترونية السجل كذا يظهروا على التلفزيون في البرامج التي تتابعت تطورات الدول ترى كيف بيت قصر العدل وغيره خدمات الترجمة وخدمات المساعدة إلى خيره هذا اللي برستيج ما شاء الله جاكتات مكيفة للموظفين فهذا الجانب لا خلاف عليه أن هناك خدمات متطورة في هذا الجانب لكن لما نأتي إلى الجانب الآخر وهو في موضوع استقلال القضاء أو استقلال وتوفر بيئة العدالة أو استقلال حتى البيئة المناسبة للمحامين وتوفر البيئة المناسبة لهم لأداء عملهم كان هناك إشكاليات كثيرة مطروحة وهذا يرتبط بموضوعنا الذي نتكلم عليه الآن في قرار المقررة في اللجنة التي وصلت إلى إدانة الإمارات في موضوع الاعتقال التعسفي لأن لا تستطيع أن تقول هناك عدالة إذا لم تتوفر هذه البنية الأساسية من الممارسات فكان هناك إشكالية طرحت أن السلطة القضائية هناك السلطة التنفيذية تشرف بشكل مبارش على السلطة القضائية فبالتالي كيف نقول أن هناك استقلال القضاء والسلطة التنفيذية لها يد هي المسيطرة لا نستطيع أن نقول أنها هي هامشية هي يد مسيطرة على السلطة القضائية من خلال سواء من خلال وزير العدل الذي هو تكلمنا على القضاء الاتحادي وزير العدل الذي هو يرأس المجلس إلا على القضاء الاتحادي وهو عضو في السلطة التنفيذية وهو وزير عدل فبالتالي هذه أحد الإشكاليات التي طرحتك نأكل هذه الزيارة للمقررة الخاصة للأمم المتحدة كانت في 28 يناير وكانت لها مؤتمر صحفي شهير في 5 فبراير أكدت فيه وجود التعذيب في السجون الإماراتية وانتقدت الأوضاع الإنسانية للمعتقلين صحيح هي تحرت في هذه المسألة للأسف أن الدولة الإمارات دائما عندما تطرح أي مسألة من هذه المسائل ونحن الآن نتكلم على مثل ما ذكرنا نبتعد عن المنظمات الحقوقية أو الناشطين أو غير نتكلم على منظمة أمامية فبالتالي لا ينبغي أن يكون كل ما يصدر من جهة بهذا الثقل أن يكون أنت جاوبك عليها الاستنكار أو أنك أنت لا أن الجهة هذه لم تستمع أو لم تتحرق العبارة المشهورة لهم هذه المسألة لا تستحق اهتمام مقرري الأمم المتحدة هذه العبارة الدارجة على لسان المسؤولين الإماراتيين كلما أثير شأن كلما أثير انتقاد لأي انتهاك حقوقي في الإمارات على طول خرجونا هذه المسألة لا تستحق الاهتمام فقط فوز الإمارات في إكسبو 2020 هذا الذي يستحق الاهتمام وجود أطول برج هذا الذي يستحق الاهتمام كرامة الإنسان هذه لا تستحق الاهتمام نحن نتكلم عن التوازن قد تكون هناك إنجازات ممتاز هذه تبرز وتظهر وغير لكن هناك أيضا حقوق للناس أساسية لا تستطيع أن تتجاوزها لما يطالب الإنسان بحرية التعبير أو بحرية المشاركة لا يكون التعامل معه أو الرد عليه بهذا الأسلوب من الانتهاكات نحن لا تكلم فقط عن ما نعتقل إذا رجعنا بالذاكرة لا تحتاج أن نرجع بالذاكرة أيضا نحن نتكلم على واقع الآن موجود نتكلم على شاب اعتقل بالأمس الذي هو قبل ثلاثة أيام بتاريخ 17-3 الذي هو الشاب أسامة حسين نجار والده معتقل ضمن قضية الـ 94 وأسامة واعتقل قبل نتكلم على خمسة أيام بسبب دفاع عن المعتقلين دفاع عن والده عبر الإنترنت طبعا تغريدة هو ماذا يملك أصلا لكي يعبر عن رأي لا يملك غير صوت لا يملك غير هذه المية واربعين حرف يكتب فيها ويدافع عن ما تعرض له هو والده وما يتعرض له المعتقلين إلى الآن نحن نتكلم عن وجود انتهاكات في السجن وحرمان حتى من الحقوق اللي هي البعض اعتقد أن هذه مرحلة كسائر الأجهزة الأمنية العربية ترتبط بفترة الاعتقال الأولى بفترة التحقيق بفترة الاستجواب لأخذ معلومات من السجن ومن ثم يصبح حاله كحال باقي السجناء فهيح ونحن افترضنا ذلك لكن للأسف أن استمرار التضيق سواء على المعتقلين في السجن أو سواء على أهاليهم في الخارج طب خلينا نأخذ ملف ملف خلينا ابتداء نضع المشاهد بصورة أوضاع المعتقلين في السجن ومن أين تستقون معلوماتكم عن أوضاعهم طبعا المعتقلين موجودين في سجنين في سجن الرزين وفي سجن الصدر أو في الوثبة طبعا حسب المكان لكن الأغلب موجودين في سجن الرزين سجن الرزين يفترض أنك أي سجن عادي له نظام يحكمه بالقانون قانون السجون واللواح التنظيمية التي تتحكمه الآن المعتقلين لا يطالبون بأكثر مما هو موجود في هذا القانون يطالبون بتطبيق القانون لكن الأسف أن إدارة السجن تتعمد كأنها تتعمد وتتعسف في مضايقتهم ومضايقة أهلهم في الزيارات حتى ممارسة حقوقهم العادية في السجن لحق أن يتصل لحق أن يمارس رياضة لحق أن يقرأ لحق أن حقوق عادية موجودة أنت الآن حاكمت ولو فرضنا أن هذه المحاكمة صحيحة وتمت كذا أنت الآن نقلت إلى منشأة عقابية ما تمارسها الآن بحقه هو عقوبة فوق العقوبة التي أخذها إذا كان هو محكوم بعشر سنوات أو بسبع سنوات فهو ينفذ الآن العقوبة التي حكمت بها عليه لماذا هذه المضايقات طبعا نقل هذه الإشكاليات تتم عن طريق السجنة نفسهم لأنهم يتظلمون لأنهم يرسلون عن طريق أهاليهم عن طريق إدارة للسجن بعض الرسائل تصل بعض الرسائل لا تصل يعني أبسط المسأل أنهم يكتبون الأبناء طفل طبعا أنت لما تتكلم على زيارة الطفل لأبي أو شيخ كبير يعني والد كبير لابنه وتكون الزيارة من خلف زجاج ما هي الخطورة التي يشكلها هذا المعتقل وهم كل منها نتكلم على معتقلين مدنيين يعني لا نتكلم على جنائيين لا نتكلم على معتقلين جنائيين ولا نتكلم على ناس يعني يعني يحملون يعني طابع عنيف يعني لا في فكرهم ولا في ممارساتهم ولا مسجل خطر على المجتمع كما يقول وكل قضاياهم كما ذكر تقريب الأمم المتحدة أنها عبارة عن مطالبة بمشاركة مطالبة بحرية التجمع مطالبة بحرية التعبير يعني كل يعني أكبر ما عمل في هذه وبشكل سلمي صحيح كل ما عمل في هذه القضايا هي مطالبات سلمية حرية التعبير مشاركة وغيرها فبالتالي أنت لما تأتي تعاملهم بهذه القسوة بعد ما أيضا بعد ما أنتكت حقوقهم أنت تتكلم على سنة كاملة طيب مع التشابه أحوال السجناء في الدول العربية دعني يعني أقدم هذه المعلومة وصححني إذا أخطأت قام بعض المعتقلين بالإضراب عن الطعام المطالبة بصلاة الجماعة للمطالبة ببعض القضايا أم هذا فقط في مصر أم هو حال موجود في أكثر من بلد لا صحيح كان في الإمارات صح؟ نعم نعم كيف كان هذا وكم يوم استمر وكيف تجاوبت السلطات معه والله الأضراب صار أكثر من أضراب الأضراب الأول استمر لفترة طويلة وكان بسبب اعتداء على المعتقلين وحرمانهم من حقوقهم ومنعهم من صلاة الجماعة وغيرها مثل هذه المسألة وهذه كانت قبل أشهر لكن الإضراب الأخير الذي صار بين مجموعة يعني إضراب كان أيضا لفترة مواقته كان بسبب أنهم أثناء ذهبهم لصلاة الجمعة تم معاملهم معاملتهم بطريقة أقل ما يقول عنها أنها غير محترمة يعني إنسان ذهب ليصلي الجمعة في مكان يتم تفتيشهم تحسس العورات غير من كذا يعني بطريقة لا إنسانية ولا أخلاقية وبعد ذلك لما يبدون اعتراضهم يرفضون مثل هذا التفتيش يتم الهجوم عليهم وتقييدهم بطريقة عنيفة ثم رميهم في غرفهم أو في غرف فرادي وابقاهم لساعات حرمانهم من الصلاة حرمانهم من حقوقهم العادية سواء أذكر الله قضاء حاجة أو تناول طعام أو شراب أو غير أو تناول دواء وبالتالي هذه نعم يبقى أن نذكر المشاهد العربي بأننا نتحدث عن قضية عشرات الإصلاحيين في الإمارات الذين قدموا قبل نحو ثلاث سنوات مذكرة إلى الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بأسلوب دبلوماسي راقي بشهادة كثير من المراقبين يطالبونه فيها بالعمل على الإصلاح وانتخاب مجلس الاستشاري أو مجلس الشورى انتخابا حرا مباشرا وبعض القضايا الإصلاحية المرتبطة في ملف الحريات والتعبير على إثره تعاملت السلطات معهم بشكل عنيف وقدمتهم للاعتقال وحاكمتهم بتشكيل تنظيم سري والعمل على قلب نظام الحكم وتلقوا أحكام معقوبات قاسية تراوحت ما بين خمس وثلاث سنوات إلى خمستعشر سنة سجن مع الأشغال ويجدر أن نشير إلى أن هناك بعض المعتقلين من الشيوخ من أبناء العائلة الحاكمة مثل القاسمي وبعض الأكاديميين المعروفين على المستوى الدولي نهيك عن أساتذة وقانونيين وخبراء وعلماء ودعاء يشهد لهم الإماراتيون خاصة والعرب عامة والمحافل الدولية بصفة أوسع بكثير من العطاء وكثير من الإنجاز في هذا الملف ونحن نتحدث عن المحافل الدولية يعني هل نجحتم بنقل الملف إلى المحافل الدولية بعد صدور هذا القرار عن الأمم المتحدة ولماذا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يتحرك بشكل أكثر فاعلية مع الإمارات في هذا السياق وطبعا لو لا أن القضية قضية حقيقية قضية أفضل أنه ليست كما يقال أنها من نسج الخيال أو أنها مبالغات لما تفاعلت معها يعني الكم الكبير الآن من المنظمات الحقوقية وعلى رأسها الآن الأمم المتحدة يعني هي تتويج لهذه المطالبات فهي بالتالي المسألة لم تعد سر ولم يعد يجدي أن نقول أن هناك مؤامرة أو هناك مبالغة أو هناك يعني يعني رغم وجاهة وعدالة القضية إلا أن التحرك سلحفائي إنجاز التعبير من الأمم المتحدة ومن المحافلة الدولية في التعامل مع هذه القضية لا هو طبعا يعني نحن الأمم المتحدة هذه طبيعتها وهي طبيعة آلياتها في الحركة قد نعذرها لكن يعني وصولها إلى هذه النتيجة بحد ذلك يعني يعتبره يعني مؤشر أن دولة الإمارات أصبحت في محل النظر يعني أن هناك فعلا وضع حقوقي قانوني متعلق بالعدالة يجب أن يواجع فبالتالي هو وضع ليس يعني هي ليس بالمسألة الهينة وبالتالي هذا مثل هذا القرار قد يجر أيضا لكل من تعرض للتعذيب سواء من نحن نتكلم على قضايا هناك أبناء الإمارات وهناك أيضا معتقلين يعتقلون من غير أبناء الإمارات وتعرضوا لمثل هذه المعاملات هذه تثبيت مثل هذه الإدانات قد تجر المتورطين في مثل هذه المسألة إلى محاكم دولية إلى محاكم في يعني دول تقبل مثل في النظر مثل هل ستستثمرون هل ستستثمرون كان نشطون حقوقيون تتابعون هذا الملف خارج الإمارات هل ستستثمرون هذه المسألة وهذا القرار من الأمم المتحدة في رفع قضايا أمام المحافل الدولية أمام المحاكم الدولية أخي الكريم مثل هذه القضايا قضايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم قد يكون الإنسان في فترة معينة وبسبب ظروف معينة أنه لا يستطيع أن يرفع دعوة لأنه إذا رفع دعوة أو تكلم سيتعرض الانتهاكات مثل ما يتعرض كثيرا الآن من أسار المعتقلين ومثل ما ذكرنا يعني أحدهم أسامة أو قبلها الخليفة بن ربيعة أو الأخ عثمان الشحي أو غيرهم من الشباب أو وليد الشحي أو غيرهم من الشباب الذين اعتقلوا فقط لمجرد دفاعهم عن مثل هذه القضايا أيضا الأمم المتحدة أصدرت قرار بحق يعني عبدالله الحديدي وهو أيضا ابن أحد المعتقلين الذي اعتقل في السنة الماضية وحكم بعشرة أشهر بالحبس عشرة أشهر وبالغرامة ووصلت إلى نتيجة أنه يعني كان اعتقال تعسفي وأن الحكم هذا الذي تعرضه فبالتالي نحن نتكلم على دائرة التسع من الانتهاكات فبالتالي يعني قد يخرج أي شخص الآن تعرض لمثل هذه الانتهاكات ويحرك مثل هذه الدعوة أسامة نجل المعتقل حسين النجار الذي تم اعتقاله قبل ثلاثة أيام تقريبا في 17 مارس ظهر في فيلم محاكمة وطن وكان له هذا المقطع فهذا المقطع للمعتقل ابن المعتقل المعتقل الشاب الذي اعتقل قبل نحو أربعة أيام نتيجة دفاعه عن أبيه المعتقل وباقي المعتقلين عبر تغريدات على الإنترنت تعالوا نتابع أسامة إحسين النجار وانتشراوا في البيت وفتشوا ما دقوا على باب ولا تورعوا عن دخول غرفة الوالد وبدوا بعملية التفتيش طبعا أكثر ما يعني ألمني يوم عرفت من أهلي أن أبوي دخل عليه للبيت حاسر أبوي دخل طلع من البيت بغترته وعقاله عقاله في قراسه يدخل عليه أن البيت حاسر اللي استولوا وأزاحوا العقال عن راس أبوي ينسوا أن أبوي هو اللي صان وحافظ على عقال البلد فوق راسها طول السنوات اللي كان يعمل فيها ويخدم فيها البطن فهي لسنا نحن في البيت في عيمان نتريع الجماعة لليون ساروا الجماعة وخذوا الوالد لبيتنا في خرفة كان وقضوا تقريبا من الساعة العاشرة صباحا لساعة تقريبا ثامنة مساء يفتشون البيت في خرفة كان حتى نضع المشاهد بالصورة ماذا تعني من الناحية الاجتماعية ومن حيث العادات والتقاليد أن يؤتى بشخص إماراتي معروف بلباسه وغطرته وعقاله ويدخل على أهل بيته وهو حاسر هو طبعا طريقة اعتقال الأستاذ حسين نجار أو طبعا أستاذ في الفيزية ومن ضمن الذين وضعوا المناهج الفيزية في دولة الإمارات وهو حتى يذكر في أحد الصحف الإماراتية للأسف أنه قبل اعتقاله أنه يتمنى أن يساهم في وضع منهج لعالم العربي في الفيزية فهنا نتكلم على أشخاص مميزين يعني ليسون كرات في المجتمع فبالتالي هذا ما يحز في نفس ابن حسين نجار الذي هو الآن معتقل وما يحز في نفس كل أهالي وأسر المعتقلين الذين هم أساتذة في الجامعات وقضاء ويعني في كل المجالات والتخصصات يعني هم بارزون فبالتالي أنت لما تأتي بشخص أنت لما تتعامل مع شخص مجرم حتى المجرمين أنت لا تتعامل معهم بهذه الطريقة يعني أنت تحذر له إذا كانوا مجرم صح معنا حاسر للناس في هذا حاسر للرأس وطبعا أنه كان هو ظاهر بهندامها يعني مثل ما هو يعني ما يظهر للإنسان ورجع وهو طبعا مكشو ومرمي عن غطرة وعقالة وغيرها وحاضر إلى البيت كأنه يعني جاي يعني جايب في مسألة فيها الله أعلم يعني كأنه مرتكب يعني فعل يعني مشين وهو لم يرتكب أي فعل ولم نشاهد ولم تقدم يعني المحاكمات التي عرضوا فيها أي أي شيء يبين أنهم يعني رغم الهجوم الذي يعني وجه على دعاة الإصلاح من بداية القضية إلى اليوم لم تقدم المحاكم أو المحاكمات أو أجهزة الأمن الدولة أي دليل مثل ما ذكر الآن أو وصلنا مثل ما ذكرت أن هذه النتيجة يعني أي دليل أنهم كانوا يريدون أن يعني يقلبوا نظام الحكم أو غير طيب مع موجهة المسألة وقوة موقف الإصلاحيين المعتقلين إلا أن المجتمع الدولي حراكه أقل من البطيء أو في التعامل للحد الأدنى من الدبلوماسية هل لنفوذ الإمارات العربية المتحدة تأثير على التدخل الدولي بشأن ملف هؤلاء الإصلاحيين لا لا توقع ذلك يعني لو كان هناك تأثير لتدخلهم أو غيرها أو من هذا الكلام ما كان وصلنا إلى مثل هذه التقارير لكن نحن نتكلم على يعني ممارسات قد تأخذ كثير من الوقت طبعا للأسف أن دولة الإمارات أخفت حاولت في البداية أن تخفي هذا الوضع عن الناس حتى لا يبين حجم الانتهاكات منعت المراقبين الدوليين من الدخول منعت من دخول الدولة أو حتى من دخول المحاكمات كانت كثيرا ما يعني يشتغل الإعلام الداخلي بتشويه الصورة وبإرسال رسائل للمجتمع حتى المجتمع الداخلي للأسف أن المجتمع الداخلي لتصلها الرسائل المشوهة بأنه لا أفعله بحيث أن قد الشخص الذي يعرفك تكون الصورة عنده واضحة لكن الشخص الذي لا يعرفك أو تخفى عليه كثير من الحقائق من خلال يعني لو كنت أنا جاد فعلا وأهواء الأشخاص ارتكبوا مثل هذه الجرائم كنت أنقلها على الهواء مباشرة ما الذي يمنع بالعكس دعاة الأصلاح كانوا يطالبون أن تنقل مثل هذه المحاكمات على الهواء مباشرة هم مستعدين للمحاكمة العلنية طيب لماذا الجهات الأمنية تخاف من هذا الشيء كما يقال أنه لا يخاف إلا الذي يعني الذي هو على خطأ أو الذي يرتكب شيء ويخاف ويريد أن يخفيه لأنهم يعلمون أن يعني دعاة الأصلاح أو غيرهم حتى هناك أشارات الآخرين أيضا من ما نعتقل هناك أشارة الأسماء يعني يحضرني أكثر من ثلاثين أسم أو أربعين أسم الآن موجودين في اعتقالات في معتقالات جهاز الأمن نتكلم من ممكن من شهر 11 سنة الماضية إلى الآن لا يعرف عنهم شيء لم يقدموا لمحاكمات في أماكن سرية بعضهم يعني يغيب لا اتصال لا زيارة لا تعرف المكان وبعد ذلك تفاجأ بهقيقة المتغيرة فبالتالي القضية واضحة التحرك الدولي أو التحرك الأممي ما شيء وهو الدليل على أن التطور الذي يحصل الآن في هذا السياق نعم وما تقرر المقررة الخاصة وغير من المطالبة الأخيرة بالإفراج عن المتقلين وتعويضهم طب ما الذي تريدونه وأنتم من المجتمع الدولي حين يتدخل ما الذي تأملونه من الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات نحن المنظمات الدولية نأمل منها أنها تتعاون مع دولة الإمارات في أنها تتجاوز مثل هذه الممارسات لأنها يعني في النهاية هي ممارسة تضر بسمعة الدولة هي يعني قد يرتكبها شخص أو شخصين أو بعض الأشخاص أو فئة لها مصلحة معينة في هذه الممارسة لكن هي في النهاية ستضر بسمعة الدولة يعني كلها ونحن لا نريد أن أن تصل الدولة إلى هذا البعض يقول أن بقاء هؤلاء في المعتقل يزيد من القلق على المسؤولين في الإمارات ومن التدخلات الدولية ومن المسائلات إلى آخرين وإخراجهم من المعتقلات كذلك يفضح ممارساتهم فماذا يفعلون هو نحن لو وصلنا إلى نتيجة يعني الذي قال عنها المسألة العدالة يحقق فيها العدالة فلن يخرج هناك طرف يعني اللجنة الأخيرة طالبت بتشكيل أو المقرر الخاصة طالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب وهذا إجراء قانوني يعني لن يتضرر من سواء اعتدنا اعتدنا على النظام الإماراتي حتى نكون صليحين إذا كان معتقل فلسطيني وتدخل في جهة فلسطينية بعد تعذيبه وبعد بهدلته وبعد مسح الأرض فيه تكون الصفقة أنه يطلع من السجن على أنه ما يحكي ولا كلمة وإلا قد أعذر من أنذر فيخرج هذا المعتقل حتى أقرب الناس من يقولون وشو صار معك يقولون معلش أنا أمتنع عن ذكر ما جرى معي معتقل أردني نفس الكلام معتقل مصري معتقل حتى وصل لمرحلة لم يفرجوا عن أحد ماذا يمكن أن يفعلوا مع أبناء جلدتهم مع أبناء وطنهم وأبناء شيوخ وأبناء عائلات لها وزنها واحترامها وقد سحبوا الجنسيات عن عدد منهم صحيح يعني نحن مثل ما ذكرنا سابقا أن مثل هذه القضايا لا تسقط والتقادم وإذا كان الإنسان الآن يعني في حال الضعف ولا يستطيع أن يحرك الدعوة فهذا لا يمنع من المطالب بحقه ولو بعد سنوات طويلة ومن ارتكب مثل هذه الجرائم سيقف أمام العدالة وسوف يحاسب نحن نتكلم قد نتكلم الآن في الوقت الحالي عن عدالة بشرية قد تكون ناقصة أو منقصة أو قد لا تحقق العدالة التي يعني يريدها الإنسان لكن هناك عدالة إلهية أيضا في الآخرة الله سبحانه وتعالى سيوقف كل إنسان تصدى لممثل هذه المسألة وسيحاسب عليها فرد فنحن نقول لكل إنسان لماذا تضع نفسك في مسألة خاصة لمن يتصدون لمسألة التعذيب والاحتجاز التعسفي والإهانة وحتى التطاول على أعراض الناس هل كل المسؤولين على منزلة واحدة في هذا الأمر لهذه الإجراءات في الإمارات لا أنا لا توقع أن هناك تأييد كبير لهذه المسألة لكن هناك سكوت قد هناك يكون تخوف لأن هناك يعني للأسف هذا الجهاز الأمني تغول في كل مفاصل الدولي يقال أنه متغول حتى على شيوخ في الإمارات والله للأسف أنت إذا تتكلم على الشيوخ أبناء الإمارات فبالتالي إذا هم موجودين في كل مفصل فبالتالي هم لن يوصلوا لك لا يعني قد يكون ضابط في جهاز أمني في أبوظبي متنفذ أكثر من حاكم إمارة نحن نتكلم مثلا على موضوع الانتخابات التي يتكلمون عنها في المجلس الوطني نعم في دولة الإمارات اللي هي يعني يقال عنها انتخابات ولكن هي في الحقيقة لا انتخابات ولا غير يعني تعيين لأن يعني انتخابات وانتخاب من ضمن يعني التعيين حتى المجموعة التي تعين في البداية بدأت بستة آلاف أو سبعة آلاف ثم بعد ذلك في عام 2017 قفز الرقم إلى 120 ألف مواطن طبعا استثنم منهم كثير من الأسماء الفاعلة حتى نتكلم عن أساتذة جامعات أساتذة كلية العلوم السياسية لماذا يستثنون؟ يستثنون لأن جهاز الأمم لا يريدهم أن يدخلوا فنحن نتكلم بالتالي الآن لأن من الذي يرشح هذه الفئة أو هذه الهيئة كل إمارة ترشح أبنائها فبالتالي لما يراجع جهاز الأمن هذه الأسماء فبالتالي من صاحب القرار الأخير؟ جهاز الأمن وليس حتى الأمير ولا حتى شيخ الإمارة لأنك أنت لما تقدم بأسماء وتقول أنا هؤلاء أبناء الإمارات وأنا نتق فيهم أو أبناء إمارتي وأنا نتق فيهم فيأتي لا تعرف من هو الشخص الذي يقرر في هذه المسألة ولا تعرف رتبته ولا درجته ويقول لك لا تستبعد هذه الأسماء أو عثلين ثلاث عشر عشرين مئة ألف تستبعدون من هذه القوام حتى تأتي القوام التي هو يرضى عنها فبالتالي نتكلم على تغول أمني في كل مفاصلة كيف نعكس هذا على أهالي المعتقلين؟ أهالي المعتقلين طبعا تعرضوا للمضايقات من بداية الاعتقالات يعني من بداية المعتقلات لو أردنا أن نصلت الضوء أكثر على أوضاع أهالي المعتقلين حالياً نعم المضايقات لم تتوقف من أين يأكلوا؟ من أين يشربوا؟ كيف يعيشوا؟ كيف يسافروا؟ طبعا هناك كثير من الإشاعات التي تبين أن المعتقلين في خمس نجوم وهالي يصرف لهم شهرياً مبلغ خمسين ألف درهم هذا هو معتقل أحسن هو بر الاعتقال نعم إذا كانوا راتب راتب عشر تالاف أو خمستاش ألف درهم يدخلوا السجن ويحصل على خمسين ألف درهم وهذا طبعا هذا كذب ومحظة افتراح وكي يبين من يلقي مثل هذه الكلام أن نحن نعيش في جنة السجن أن هذه السجون هي جنات المعتقلين طيب شو الواقع الحقيقي؟ الواقع الحقيقي من نسبة لمصروف أهالي المعتقلين وحياتهم المعتقلين وأهاليهم طبعا تم توقيف رواتبهم في فترات محيينة تم تجميد حساباتهم أبناءهم إلى الآن ما زالوا يحرمون من الوظائف ونحن نتكلم على حادثة قريبة قبل شهر تقريبا أبناء اثنين من المعتقلين يعني هم محرومين أصلا من الوظائف الحكومية يتوجهون إلى القطاع الخاص أو شبه الحكومي أو الشركات التي قد تساهم فيها بعض الحكومات المحلية يعين بعد ذلك يتفاجأ حدهم بعد أن أكمل شهر يستغنى عن خدماته بلا مبارر والآخر بعد أن أكمل خمسة أشهر نفس الشيء يستغنى عن خدماته بلا مبارر وبعض أبناءهم نتكلم على عدد كبير يعني يمنع من التوظيف لماذا فقط؟ لأن ابن فلان أو لأن قريب فلان أو لأن هذه زوجة فلان وهذه مسجلة ومحصورة ولا يشترط أن ابن فلان المعتقل أن يكون حاملاً لفكر أبيه ولكنهم بهذه الطريقة يجعله أكثر تشدداً من أبيه صحيح أصبحت مسألة عداوة وليست مسألة حقوق وعدالة وحريات نحن لو فرضنا أن مجرم ارتكب جريمة يعني بحجمها الكبير وحكم عليه وعوقب أو هو يعاقب الآن هل يستدعي ذلك أن تعاقب أسرته؟ يعني ما هي الجريمة التي ارتكبت هذه الأسرة؟ أنا أذكر هنا مجرمين كانوا على مستوى كبير من الخطر في بريطانيا وعائلاتهم كانت تصرف لها مبالغ مجزية وهم معتقلون وهم يشتمون الحكومة البريطانية ويكفرونها ومع ذلك تصرف لهم رواتب عالية على كل هذا بالنسبة لأهل المعتقلين لو أردنا أن نرخص للمشاهد المعتقلون في الإمارات من هم بالأرقام؟ ما هي أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الآن؟ وأبرز الأحكام التي تنفذ بحقها؟ المعتقلين طبعا الآن تجاوز عددهم المئة هناك من حكم عليه وهناك من لم يحكم هناك من لم يزال في الاختفاء القصري كما يقال لأن مرت عليهم أشهر لا يعلن بحالهم هناك طبعا المجموعة الأكبر التي حكم عليها الأحكام تتراوح نتكلم من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات إلى أحكام غيابية خمسة عشر سنة نتكلم على غرامات بمبالغ طائلة يعني شخص يغرد في أدوات التواصل الاجتماعي يتحدث عن انتهاك أو عن ممارسة خاطئة أو عن ظلم يحصل على حكم بالسجن أو حتى انتماء لدعوة الإصلاح وإن كان الانتماء لدعوة الإصلاح إلى دعوة سلمية ليست جريمة يحصل على حبس أو سجن ثلاث سنوات أو سجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى نصف مليون درهم هذا واقع الأحكام يعني لا تتفاجأ يعني حتى من ناحية الدوق القضائي يعني حجم الجريمة والعقوبة التي يعني يأخذها هذا الشخص أو هذا المعتقل هي ليست تناصب لأن لا يعقل أن كل قضية يرتكبها يعني من يدافع عن هذه القضية أو أهالي منها المعتقلين أو غيرهم أن يوجه إلى محكمة أمن دولة لماذا لا يأخذ إلى المحاكم العادية وهذه أيضا أحد الاعتراضات الدولية المآخذ أو التي أخذت على المحكم المحكم التي يعرض عليها دعاة الإصلاح أو حتى المحاكم التي يعني مغرد لماذا يأخذ إلى محكمة أمن دولة من درجة واحدة وبعد أن يوضع في مكان غير معلوم وغيره هي إذا كانت جريم تواضحة لا تستحق كل هذا بمجرد أنك تطلبها وتحقق معها وترسلها للمحكمة أي محكمة عادية يعني ويسأل فيها سينجيم يعني ويكون فيها من الواضح أن الإمارات التي تتوتر من أي تغريدة على تويتر أنها تتوتر أكثر من أي انتقاد دولي لها وأن هذا الكلام يثير حنقهم ويثير غضبهم ويثير انفعالهم وتوترهم هو صحيح للأسف أن يعني هو غير التقارير هذه الدولية أيضا هناك تقارير الخارجي الأمريكي نعم قبل أيام أيضا من أسبوع أو عشرة أيام أيضا صدر تقارير الخارجي الأمريكي يعني التقارير يعني تقارير السنة الماضية ليس تقارير السنة هذه الخارجي الأمريكية كان تقارير صغير لكن لما نأتي لي تقارير السنة هذه نتكلم على تقريبا يعني 34 صفحة يعني صحيح يتكلم عن وضع الوضع أجمال ويوجه إشارات إلى بعض الانتهاكات لكن معنا ذلك هذه مؤشرات هم اعتقدوا أن إصدار أحكام قضائية بحق هؤلاء الناس سينهي المسألة ولكنه على ما يبدو زاد من تسليط الضوء عليها باعتبار قسوة الأحكام وقسوة الإجراءات وانتهاك كل الحقوق والمعايير صحيح يعني الممارسة هذه بالعكس لم توقف أو لم تسكت الأصوات التي تنادي أو تطالب ب فضح هذه الممارسات قد تكون في البداية هذه المطالبات مجرد مطالبات من الأهالي الذين يعني لا يملكون سوى صوتهم وسوى تحركهم يعني نحن نتكلم على أهالي المعتقلين يعذبون من ضمن الانتهاكات التي تعرضونها أنهم يعني يوميا لهم توجه إلى يعني أن تتصور شخصيتي من إمارة الفجيرة أو من رأس الخيمة أو من الشارقة أو من دبي أو من غيرها ويتوجه إلى إمارة أبوظبي بسبب أنه يريد زيارة خاصة أن الزوج أو الأب أو الأخ أو غير تعرض الانتهاك يتوجه لفتح للنائب العام النائب العام يحيلي إلى نيابة أمن الدولة نيابة أمن الدولة ترجع إلى النائب العام وكلهم لا يريد أن يفصح أو لا يريد أن يبين أن القضية هذه في حوزته طيب أنت الآن تمارس عمل قانوني لا نريد أن نقول كلام آخر لكن أنت تمارس عمل قانوني أنت في إطار يفترض أنك في إطار منظومة قانونية أنا كمواطن ألجأ لك وهذا الإجراء الطبيعي أن ألجأ لك وأنت تخطرني أن فعلا أن هذا الشخص ألقي القبض عليه لماذا تخفي ذلك يعني الاعتقال الشاب بالأخير هذا الأسامة أسرة تزور المكتب وكيل نيابة أمن الدولة يقول أنه ليس لي علاقة في هذه القضية رغم أن يعني الأسرة طلعت على إذن النيابة ووكيل النيابة اسمه موجود وتوقيعه موجود مسبقا طبعا في آخر 30 ثانية ماذا نقول في هذا السياق نقول أن يعني الإمارات صورة جميلة لا ينبغي يعني لمثل هذه الأشياء أن تشوه صورتها ينبغي أن نزيل مثل هذه الأدران وهذا الواجب نحن نطالبه من رئيس دولة الإمارات نرأي نائب رئيس دولة الإمارات من حكام الإمارات لأنهم المسؤولون ولا ينبغي أن يترك الأمر للأجهزة الأمنية لأن الأجهزة الأمنية يعني لم توصل أي دولة تولت فيها إلى يعني سلامة وإلى خير أشكرك جدا المستشار القانوني محمد بن سقر الزعابي إلى هنا انتهت هذه الساعة التي خصصناها استثناء لهذه الليلة للملفاء الإماراتية على رأس الساعة نعود معكم بإذن الله ومتابعة لآخر المسجدات في مصر في أمان الله اشتركوا في القناة